السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنميتي في سنة الثانية متوسطة لحتى أولياء تنميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ الاسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم نزيدوا نشوفوا نموذج آخر لاختبار ولتقوي من فصل الثالث في مادة التربية الإسلامية طبعا أبنائي درنا يعني فهمنا الدروسة تعنا اللي لازم علي نحفظوا نحفظوا لينفهموا نفهموا ويلا قد ما قلنا نحلوا كثير من الاختبارات قد من شاء الله نتحصلوا على علامات ممتازة إذن درنا الاختبار الأول والله يلا نشوفوا هذا الاختبار الثاني ويش يقدر كذلك يتحلي إذن نبدأ بالوضعية الأولى يقول خلق الله الملائكة وخصها بمهام معينة تختلف باختلاف أسمائها ومرتبتها فقال في محكمي تنزيله وإن عليكم لحافظين حتى والأمر يومئذ لله إذن يلا أبنائي بينه وش يقول لي سؤال أول استظهروا الآيات كتابيا مع التشكيل التام أنا وش وصيتكم قلت لكم مملكا ما يقولوا لي شكل الآية ولا شكل الحديث لازم عليها أنا نشكله ما فهم لي أنه دوما نشوفوا كي نكتبوا لنصف الظهر الحديث ولا الآية هاي عليها نقطة وتشكيل عليه النقطة إذن أبنائي حداري ننساها ونكون زعبا نزرب وننسا تشكيل غل نكمل الآية والحديث تاعي تمتم نشكل إذن يلا أبنائي بعد هذه من الآية 10 إلى 19 من سورة الإنفطر إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس الشيء والأمر يومئذ لله إذن يلا نكتبها وحذاري أبنائي نسي أنه كما نقدر ما نغلطش فيها لأنه كلام الله وبصحتي ونشكلها طبعا وبصحتي أربعة على أربعة السؤال تاني يقول لي اشرح المفردتين التاليتين بغائبين ويصلونها إذن يلا أبنائي روحوا نشوفوا الراهم إذن قال لي بغائبين هي وما هم عنها بغائبين إذن غائبين معتها ما يخرجوش من جهنم ولا يموتون معتها يخلدون فيها أعلامنا أن ينظر على الكفار معتها الكفار يقعدوا خالدين في جهنم معتها ما يخرجوا منها ما حتى حاجة يلا يصلونها يوم الدين إذن أبنائي معتها ينالونها ويدخلونها مفهم معتها يدخلونها نكتب وحدة فيهم كذلك تعتبر صحيحة يلا السؤال الثالث والأخير في هذه الوضعية يقول لي ذكر الله تعالى في الصورة احتمها من الملائكة الكرام بينها مع ذكر الآية التي تدل على ذلك إذن يلا أبنائي المهمة اللي تقوم بها الملائكة في هذه الآيات هي تسجل أقوالنا وأفعالنا جميعا إذن شوفوا أبنائي من جبدناها من كرام كاتب يعلمون ما تفعلون إذن هذه جبدناها من الملائكة يعني الملائكة اللي عند الإنسان تكتب كل السيئات والحسنات التعلم مفهوم؟ إذن يلا هذه بالنسبة للوضعية الأولى نمر إلى الوضعية الثانية يقول لي لا شك أنك أقمت صداقات كثيرة في حياتك بعضها لم تنقطع أما بعضها الآخر فلم تدم ضويلا بسبب الخلافات والمشاكل إذن يقول لك بلينتا شفت يعني مدام ما عشتها كذا شفت الأصدقاء يعني أصدقاء السوء وأصدقاء الخير مفهوم؟ إذن يلا أول سؤال يقول لي قدم مفهوما لصحبة الصالحة إذن الصحبة الصالحة كيفاش نعرفوها هي العلاقة القوية التي تربطك بإنسان صالح هذي كيف شمعت صحبة صالحة يلا كل واحد كيفاش عرفها عند الأستد ولا الأستدى ناخدوه تعريف الأستدى تعنا إذن سينا ندروه بالفهمة تعنا قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أبني المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إذن هذه قول الرسول عليه الصلاة والسلام معتا كم احنا نقولوا بالدرجة تعنا وريليش كون تصحب ونقول لك وش تكون هذه هي معتا لازم نعرفو الأصدقاء لصحبهم إذن سؤالتها يقول لي من خلال الحديث النبوي الشريف وضح المعايير التي تعتمد عليها لانتقاء الصحبة الصالحة معتا أنت يا صاحبك باش خيرت وش خيرت فيه ولا وش شفت فيه حاجة منيها باش اعتبرته صديقا صالحا إذن يلا أول حاجة أبنائي اللي نختاروا بيها أصدقاء تعنا لنهضر على الدراري والصديقات تعنا بالنسبة لبنات هو الدين إذن يلا أبنائي شوفوا ديروا في بالكم اللي يتبع الدين ما نخافوش منه لأنه شوفوا دوما نفهموها هذه الدين يجيب معاه كلش يجيب معاه الأمانة يجيب معاه الأخلاق يجيب معاه الوفاء يجيب معاه الصدق وغيرها نزيدوا أبنائي كذلك الأمانة قلنا الأخلاق الوفاء الصدق كامل الأخلاق الجيدة نحطوها في اختيار الصحبة ولا انتقاء الصحبة الصالحة ثالثا حثنا الله ورسوله الكريم على حسن اختيار الصديق لأسباب عديدة معتها ربي سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام حثونا معتها أمرونا أنه نختار الصديق مليح مفهوم لعدة أسباب معتها لاش في مسكم قدم الدليل الشرعي وموضحا ذلك إذن الله الدليل الشرعي معتها أعطوني قول حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعطوه قول الله سبحانه وتعالى إذن لحبته نخدو قول الله تعالى قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذن هذه يبين لنا ربي باللي الرسول كان قدوة صالحة قدرون اقتدوا بها وهذا يدل على ماذا اللي لازم نحسن اختيار الصحبة تعالى لماذا؟ هيا شوفوا لماذا لعدة أسباب منها سبب في نجات أني كنخير صديق صالح هذا سبب في النجاتة تعالى في الدنيا والآخرة معتها ربي يحمينا في الدنيا قبل ما ينجينا في الآخرة كسب حلاوة الإيمان معتها أنا صديق معاي يروح معاي للمسجد نهضروا مع دين نهضروا على حاجة صادقة نهضروا على حاجة لمليحة هذه تكون عندي حلاوة الإيمان ونعيش بها راحة نفسية وطمأنينة من خفوا من الشر؟ من خفوا من الكذب؟ من خفوا يصر أنك حاجة؟ مفهوم إذن هذه مهمة جدا وأخيرا دافع للخير والابتعاد عن الشر معتها صديقي هذا الصالح دوما مسحل أنه يروح يديني للتهلكة وإنما دوما يديني الحاجة اللي فيها الخير يلا نمر للوضعية الإدماجية يقول للسياق أدركت أن هناك عدة أسباب أعانت المسلمين على إقامة مجتمع قوي في ظرف قياسي فالتوضح لك أن السرى يكمن في حسن تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم السند قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة من صورة الحجرات التعليم أو ما طلب منه على ضوء ما سابق أكتب نصا من عشرة أسطر تبرز فيه الأحداث التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام لتأسيس المجتمع المسلم في المدينة إذن الله أبنائي هذه تهدر على درس تأسيس المجتمع المسلم إذن الله أبنائي قبل ما نهضروا كامل عن النقاط دوما نعود نقول له إلى هيكل الوضعية الإدماجية قد لكم وضعية إدماجية كيمة العربية تماما وشنو معتها؟ معتها عندي مقدمة وعرض وخاتمة دوما نخلي بيات قبل كل وحيدة المقدمة نعرف فيها فقط بالموضوع العرض نكتب فيها كامل درس تعيب والأخيرة يكون على شكل سطرين ما تكتروش أكثر من هكذا استنتاج ما فهم؟ إذن الله وش لازم الأستاذ يلقى؟ يلقى أنها ضروع على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة وما هي الأعمال التي قام بها؟ إذن مرمه هجر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة أول حجة درها هي بناء المسجد ما فهم؟ والمسجد عنده أثر كبير عن المسلمين ثاني حجة درها هي المؤخذ بين المهاجرين والأنصار المهاجرين معتها اللي جوا معاه والأنصار هم السكانة عن مدينة آخابيناتهم ما فهم معتها تقسموا كل شيء مع بعضهم البعض الوثيقة هي كتابة الوثيقة هذه الوثيقة وشنوه؟ تنظم حياة المسلمين وعلاقتهم مع غريهم خاصة مع اليهود معتها دار الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب وثيقة بش تويت بي للمسلمين كيفاش يعيشوا كيفاش لازم تكون علاقتهم خاصة مع اليهود معتها بشي قعد غير الشيجار إلى غير ذلك مفهوم؟ إذن وقلنا نكتبوه كامل للدرس إذن أبناء بناتي هذا كان بالنسبة للموذج آخر لاختبار التربية الإسلامية للفصل الثالث للثانية متوسط كالعادة اللي عنده سؤال للإستفسار يخليه لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت وكما نقول لكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله